بسم الله رجعنا حبيبي وخلاص انا كده اشتغلت الجزء الخاص بالبليسيه وصلت خلاص لعدد الاسطر اللي انا محتاجاها او الطول اللي انا محتاجاها وزي ما انتو شايفين حبيبي شايفين البليسيه الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها زي مورتها لكم في بداية الفيديو شايفين عملت شكل جميل ازاي عملت شكل حلو قوي شكل جمالي لبداية الشغل خلاص كده انا وصلت هنا لعدد اسطر قد ايه في البليسيه انا اشتغلت تسعة اسطر يعني السطر اللي انا هشتغله حالا دلوقتي ده رقام عشرة تمام كده طيب لو حبينا نشوف طول البليسيه بالمتر هنشوف مع بعض اشتغلت كم سنتي كده اشتغلت يعني تقريبا هم مش مكملين اربعة سنتي تمام كده ممكن لو حب انت تزودي اكتر من كده مفيش مشكلة بس انا خلاص كده هكتفي بالحجم ده او بالمقاس ده حبت تزودي مفيش اي مشكلة بس عشان تبقي فهمة الشكل ده بيظهر عندي في الاسطر الزوجية ايه هعتبر ان الاسطر الزوجية هي بداية الشغل وطبعا زي ما احنا عارفين البليسيه مش بيختلف في شغله هي هي الطريقة غرزة عادلة وغرزة مقلوبة او اتنين عادل او اتنين مقلوب فعادي مش هتفرق معانا القلبة من العدلة تمام كده بس دي علشان نبقى فهمين دي هتبقى عادلة الشغل دي هتقل الشكل ده هو اللي هتبقى عليه عادلة الشغل طب كده خلاص انا اكتفيت بالمقاس ده هشتغل جيب الابرة اللي هي مقاسها اربعة ونص اللي انا هكمل بيها الشغل هبدأ بعد كده انقل الخيط او انقل الشغل على الابرة الاساسية اللي انا هشتغل بيها تمام كده طبعا هنا اول غرزة هتبقى غرزة حفة وبعد كده هكمل السطر كله بالغرزة العدلة بالشكل ده يبقى ده اول شغل او اول سطر في البلوفر بعد البلسين اول غرزة كده خلاص وصلت الاخر غرزة ودي غرزة حفة اشتغلها بالغرزة المقلوب وبكده خلاص مش هشتغل تاني بالابرة الرفيعة هكمل شغل بالابرة الاساسية اللي انا هكمل بيها الشغل تمام كده سطر رقم رقم اتنين هيبقى كله بالغرزة المقلوب اول غرزة غرزة حفة وبعد كده السطر كله هيبقى بالغرزة المقلوب طبعا هنبتدي نلاحظ اختلاف علشان مقاسي الابر معي اختلف فيبقى عندي اختلاف هكمل لاخر السطر خلص معي السطر وهشتغل السطر اللي بعد كده وده من الاسطر الامامية او من الهدلة بتاعت الشغل وهشتغله برضو كله بالغرزة العدلة زي ما اتفقنا سطر بالغرزة العدلة وسطر بالغرزة المقلوبة هفضل اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما وصل المزبوط وهبدأ فيه اعمل الحردة بتاعة الابط بسم الله رجعنا مع بعض حبايبي كده خلاص انا اشتغلت عدد اسطر معينة من الغرزة وزي ما قلنا الغرزة على الوش الشغل اشتغلتها كلها بالغرزة العدلة وعلى ظهر الشغل اشتغلتها بالغرزة المقلوب وده شكل الغرزة تمام خلاص كده انا وصلت للطول المناسب اهو لو حبينا نقيس مع بعض اهو حبيبي كده الطول ستة وعشرين ستة وعشرين سانتي طيب ده بالنسبة للطول طب انا عرفت منين ان ده الطول المناسب وكده خلاص هبدأ اعمل حردة الابط عرفت ازاي اولا طبعا مقاس في كذا طريقة يعني مثلا مقاس قطعة الملابس اللي انا خدت من عليها المقاسات ممكن اقيس بنفس الطريقة اشوف من اخر من اول القطعة لغاية الجزء اللي هو عند الابط واشوفه كام سانتي دي طريقة الطريقة التانية اني انا مثلا هشوف الطول الكلي الطول الكلي للقطعة اللي انا عايزها او اللي انا هشتغل على المقاس ده تمام هنا انا عندي المقاس اللي انا هشتغل عليه الطول الكلي الطول الكلي اربعين سانتي ده من فين لفين الطول الكلي ده من الاكتاف لغاية تحت يعني الطول ده كله كده اهو من النقطة دي لغاية الاكتاف هنا اربعين سانتي تمام كده طيب الاربعين سانتي دول احدد ازاي هنا اه خلاص انا دلوقتي وصلت لحردة الابط احددها ازاي هنقسم الاربعين على تلاتة الاربعين هنقسمها على تلاتة بكل بساطة ولو حد لسه مبتدئ يقدر ينفذ الطريقة دي بكل بساطة وارتحية يبقى هنقسم الاربعين او اي عدد هيطلع معاكي ممكن اكدر ممكن اقل حسب الشغل اللي انت بتشتغليه اي عدد هيطلع معاكي هتقسميه على تلاتة طيب هيديني كام هيديني تلاتةاشر بالتقريب تلاتةاشر طب يبقى ازا انا عندي الجزئين التلتين يعني انا كده حولت العدد كله لتلت تلات تلتين الجزء اللي قبل حردة الابط والتلت التاني اللي فيه هتبقى الحردة بتاعت الابط وحردة الرقبة تمام كده طيب يعني هنا تلاتةاشر زائد تلاتةاشر يبقى بستة واشرين سنتي يبقى انا الجزء الاول ده هاشتغله ستة وعشرين سنتي وبالضبط زي ما انا اشتغلت في الجزء ده طيب هنا هيفضل عندي كام هيفضل عندي اربعتاشر غرزة مفيش اي مشكلة لو جزء فيهم زائد غرزة او الحبة الغرزة اللي زايدة يعني هنا مثلا تلاتةاشر و تلاتةاشر و تلاتةاشر تسعة و تلاتين فيه غرزة زي ما انت هي حبة حبة تزاودي الغرزة على التلتين الاولانين مفيش مشكلة حبة تزاودي الغرزة على التلت الاخير برضو مفيش مشكلة انا هنا حبه يبقى فيه العدد يبقى زوجي عدد الغرز يبقى هاشتغل ستة وعشرين التلتين او الجزء اللي هو قبل حردة القبط والجزء اللي بعد كده اربعتاشر سنتي تمام كده طيب تمام كده عرفنا الجزء اللي هنشتغل فيه الحردة اللي هو اربعتاشر سنتي اللي فوق تمام كده طيب هنبدأ حردة القبط وبعد كده هنشوف هنحسب ازاي وهنبدأ حردة الرقبة عند كام سنتي بالضبط تمام كده طيب بالنسبة بقى لسؤال كمان طب انا اعرف اشتغل الحردة كام يعني اعمل التنقيس في كام غرزة بصي بقى في حاجات سبتة وفي حاجات زي طبيعة الشغل يعني هي اللي بتحكمك ايه هي بقى الحاجات السبتة الحاجات السبتة لو بتشتغلي للاشخاص الكبار هتبتدي بخمسة اربعة تلاتة اتنين واحد تمام كده لو بتحردي للاطفال الصغيرين هيتبقى تلاتة اتنين واحد دي هي للاطفال الردع تمام اللي سن مسلا من من سنتين لعشر سنين هتبقى مسلا تلاتة اتنين واحد واحد ممكن تزودي واحد كمان تمام كده دي اساسيات وفي غيرها دا انا اهرف ازاي ان الشغل اللي قدامي ده مناسب لأي شيء فيهم اولا مع اختلاف حجم الخيط الخيط هو اللي بيحدد معي حاجات كتير قوي يعني مثلا لو حد كبير انا بشتغل لحد كبير تمام وبشتغل بخيط سميك لو بشتغل بخيط سميك يبقى حدد الغرز دا كتير قوي يبقى كده هيعملي تجويف جامد في حردة القبط يبقى كده مش هينفع لو عندك بتشتغلي بخيط سميك يبقى الحردة اللي هي بتاعت الاطفال دي دي اشتغلي بيها عادي جدا مش هيحصل اي حاجة طب انا لو بشتغل بخيط وسط مش رفيع لو بخيط وسط ممكن تستخدمي دي حسب عدد الغرز اللي قدامك يعني مثلا انت الغرز اللي بتشتغلي بيها فوق الميد غرزة في الحالة دي اعملي التنقص دا لا اقل مثلا تمانين غرزة يبقى اعملي التنقص دا اقل سبعين غرزة مثلا او ستين اعملي التنقص دا حسب طبيعة شغلك يعني انا هنا معاكم هشتغل على تلاتة اتنين واحد لان عندي عدد الغرز خمسين غرزة او اتنين وخمسين غرزة زي ما احنا ابتدينا مع بعض تمام كده طيب دي بالنسبة كده احنا شرحنا طريقة في طريقة تاني حبيبي يعني مثلا هنا عندك القطعة اللي انت هتشتغلي عليها تمام كده اهو بالشكل ده بتبقى كده يعني تمام اول حاجة بناخد المقاس من هنا من تحت القبط للجزء التاني من القبط الايمن للايصر تمام كده طلع تقريبا عندي يعني خلينا نقول بالتقريب طلع اربعين سنتي تمام كده هناخد الجزء ده من هنا من العظمة بتاعة الكتف دي للكتف التاني كده ايطلع تقريبا معايا يعني نقول مثلا بالتقريب خمسة وعشرين سنتي طبعا فيه فرق هنا في عدد السنتيمترات تمام كده يبقى هنحسب الفرق الفرق هيطلع كام اربعين ناقص خمسة وعشرين هيديني خمستاشر يبقى انا هنا لازم اقل الخمستاشر سنتي طبعا الخمستاشر سنتي دول انا اعرفهم ازاي من العينة اعرفهم بكل سهولة من خلال العينة اللي احنا اشتغلناها في البداية خالص علشان اعرف انا هشتغل كام غرزة يدوني كام سنتي اعرف ازاي الخمستاشر سنتي عن طريق العينة العينة مثلا اللي انا اشتغلتها العشر غرز لو تفتكروا معايا هتديني سبع سنتي تمام كده خلاصا انا دلوقتي عرفت العشر غرز بتتنقص سبع سنتي طب انا عايز انقص كام خمستاشر سنتي الخمستاشر سنتي دول هتقسموا بالنص يعني هنا هنقص سبعة ونص وهنا هنقص سبعة ونص سنتي تمام طب يبقى اذا هنا يبقى 10 غرز وهنا 10 غرز لو بنتكلم على العينة اللي عندي تمام كده طيب هنا 10 غرز تنقيس وهنا 10 غرز تنقيس طب ايه المناسب هنا في ال 10 غرز تنقيس دي اكتر طبعا دي تقريبا 15 غرزة خلاص يبقى ممكن نختار 10 من الجنب ده و 10 من الجنب ده هيبقى مثلا نختار 3 اتنين واحد 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 وممكن نزود واحد كمان لكده نشوف مع بعض ازاي نبدأ تنقيس او نعمل ازاي حردة البط هنقول باسم الله وهنبدأ الحردة انا هنا بحرد اول سطر بتبقى على عدلة الشغل هحرد 3 غرز اول غرزة طيب انا هنا نسيت برضو قولكم على حاجة لو انا بشتغل هنا طبعا طبيعة الشغل كله بالغرزة العدلة لو انا بشتغل غرزة فيها غرزة عدلة وغرزة مقلوبة بصي افلي غرزك حسب طبيعتها يعني لو الغرزة عدلة افليها عدلة غرزة مقلوبة افليها مقلوبة طيب لو بشتغل غرزة يعني فيها شغل مش غرزة عادية كده تستطر كله بالغرزة العدلة افلي عادي كانك بتكملي شغل الغرزة أول شيء سأخذ الغرزة من غير شغل بعد الغرزة سأخذها بالغرزة العدلة سنقفل أول غرزة على ثاني غرزة نقفل الغرزة نقفل الغرزة نقفل ثلاث غرزة سأقفل الغرزة ثلاث غرزة سأقفل الغرزة سأقفل الغرزة لنقفل الغرزة سأقفل أول سطر تمام؟ هكمل السطر عادي ونرجع نشوف السطر اللي بعد كده هنقفل فيه ازاي كده انا وصلت لاخر غرزة في السطر وانا هنكمل السطر عادي بدون اي تنقيس تمام كده؟ خلص انا كده هنقصت في الجنب اليمين دلوقتي هبدأ تنقيس في الجنب الشمال تمام؟ طبيعة الشغل زي ما انا بشتغل بالظبط اول غرزة انا بسلتها تمام؟ بعد كده الغرزة اللي بعد كده بشتغلها بالغرزة المقلوب لان دي طبيعة الغرزة اللي قدامي بعد كده اجيب اول غرزة على تاني غرزة وقفل تمام كده؟ اشتغل الغرزة اللي بعد كده وقفل كده قفلت غرزتين تمام؟ الغرزة اللي بعدها كده قفلت تلت غرز كده خلاص أنا قفلت أول ثلاث غرز في الجنب الشمال تمام كده أكمل بقية السطر بالطريقة العادية كله هيبقى غرزة مقلوب زي طبيعة الشغل اللي أنا كنت باشتغلها عايزي خالص قبل السطر ما يخلص هنشوف هنشتغل ازاي كده أنا حبيبي خلص خلاص معي السطر التاني في التأفيل فاضل على الإبرة الشمال غرزة دي مش هاشتغلها هنقولها بس كده يعني هنسلتها من غير شغل تمام كده بعد كده هنلف الشغل ونبدأ السطر رقم 3 في التأفيل ناخد بالنا وبعد كده هنشتغل ايه الغرزة اللي سلتناها دي هنسلتها عادي خالص والغرزة اللي بعدها برضو هنسلتها من غير شغل وبعد كده هجيب الاولى على التانية بالشكل ده تمام بعد كده انا قفلت اول غرزة هقفل الغرزة اللي بعد كده لان انا في السطر ده هقفل غرزة تاني اهو بالشكل ده الطريقة دي كده هتدي الغرز كلها هتبقى جنبة بعضها مش هيدي عندي فراغ في التأفيل اكمل السطر ونرجع نشوف هنشتغل ازاي هنشتغل برضو بنفس الطريقة في الغرزة الاخيرة اللي هتفضل عندي على الابرة الشمال كده انا وصلت الاخر السطر وبردو هتفضل عندي على الابرة الشمال غرزة باخدها من غير شغل مش هشتغلها ولف الخيط ولف الشغل وهبدأ في الغرزة رقم اتنين في السطر رقم اتنين في التأفيل من الناحية الشمال تمام برضو هسلت الغرزة كده بدون شغل وهسلت برضو اللي بعدها وبعد كده اقفل الاولى على التانية اهو بالشكل ده هقفل الاولى على التانية تمام كده وبعد كده هقفل غرزة كمان علشان انا بقفل غرزتين بالشكل ده وكمل بقية السطر عادي وبردو هسيب في نهاية السطر الغرزة الاخيرة هخلص السطر ونرجع نشوف هنشتغل ازاي كده خلص عندي السطر وهنسيب اخر غرزة زي ما اتفقنا وهلف الشغل واشتغل السطر اللي بعد كده ودي اخر غرزة في غرز الحردة هسلتها برضو وبعد كده هسلت اللي بعدها واجيب الاولى على التانية وبكده خلص عندي الحردات انا اشتغلت هنا انا حردت تلاتة اتنين واحد تمام كده هخلص السطر يبقى كده خلص الحردة القبط بالنسبة للجنب الايمن هخلص السطر وبعد كده هنشتغل السطر الاخير في حردة الجزء الايصر انا كده قفلت ايه قفلت تلاتة اتنين واحد التقفيل بيكون في بداية كل سطر سواء الاسطر الامامية او الاسطر الخلفية كده وصلنا الاخر للسطر وبردو هنا عندي الغرزة هنقولها بدون شغل وهلف الشغل كده ونبدأ في السطر الاخير في تنقيس الغرز تمام كده برضو الغرزة دي هسلتها وهجيب دي على دي ويبقى كده خلاص خلص عندي الغرزة التنقيس تمام بعد كده هكمل السطر عادي خالص خلص عندي غرزة تنقيس خلص معي السطر خلاص حبابي واخر غرزة اشتغلتها بالغرزة المقلوب على اعتبار انها غرزة حفة بعد كده هبدأ شغل عادي غرزة بالغرزة العادلة بس اول السطر يعني بشتغل برجع تاني اشتغل غرزة الحفة وبكمل السطر عادي القسطر الامامية بالغرزة العادلة والقسطر الخرفية بالغرزة المقلوب بفضل اشتغل لحد ما وصل يعني هفضل اشتغل تسعة سنتي من بداية حردة القبط علشان بعد كده هنبدأ نحرد حردة الرقبة تمام اهو ده الشكل النهائي بتاع الحردة خلاص كده حبيبي احنا خلاص خلصنا الحردة بعد كده زي ما قلنا هشتغل تسعة سنتي من بداية الحردة يعني من البداية هنا اشتغل تسعة سنتي وبعد كده هنشوف هنحرد ازاي الرقبة الامامية هخلص القسطر ونرجعنا شوية بيعملين ايه كده انا خلاص اشتغلت الجزء الخاص بالسدر او بالجزء الامامي اشتغلت تقريبا لغاية ما بقي عندي 35 سنتي تمام كده يعني انا اشتغلت 35 سنتي وطبعا شوفنا مع بعض احنا ازاي حردنا حردة القبط وحردناها بعد كام سنتي حردناها تقريبا بعد 26 سنتي كده فضلي ال 14 سنتي اللي هم الجزء اللي فوق علشان هنشتغل بعد كده حردة الرقبة تمام حردة الرقبة ازبطها ازاي يعني احنا حسبنا شغلنا اشتغلنا 26 سنتي من البداية من بداية الكمر لغاية حردة القبط 26 سنتي وبعد كده هنشتغل 14 سنتي من اول حردة القبط لغاية الكتاب فوق طيب حردة الرقبة بشغل حردة الرقبة بعد 9 سنتي من حردة القبط يعني حردة الرقبة باشتغلها بعد 9 سنتي من حردة القبط طيب تعالى كده نشوف مع بعض بالمتر هنا انا عندي 35 سنتي 35 سنتي طيب بالنسبة للحردة انا كده اشتغلت كام سنتي اهو لو ناخد بالنا الحردة اهو 9 سنتي يعني انا كده خلاص من حردة القبط لغاية اخر سطر انا اشتغلته 9 سنتي يعني المفروض في السطر ده ابدأ حردة الرقبة الامامية تمام طيب هنحرد ازاي حردة الرقبة الامامية انا دلوقتي كان عندي في البداية خالص كان عندي 52 غرزة طبعا عملنا حردة القبط من الايمن والايسر هنا نقصنا 6 غرز 3 2 1 وهنا طبعا نقصنا نفس العدد 3 2 1 يبقى الجنب ده 6 غرز والجنب ده 6 غرز يعني الجنبين مع بعض 12 غرزة تمام من مجموع الغرز اللي عندي اللي كانت 52 غرزة اصبح عندي موجود حاليا على الابرة 40 غرزة الاربعين غرزة دي احنا بنقسمها ازاي انا دلوقتي لازم يبقى فيه جزء للكتف اليمين وجزء للكتف الشمال والمنتصف للرقبة تمام كده طبعا فيه كذا طريقة انك تحددي بالضبط انت هتقفلي قد ايه للرقبة الامامية طبعا البلوفر ده لطفل صغير يعني يفضل ان تبقى فتحة الرقبة تبقى كبيرة تمام كده طيب انا هنا في الحالة اللي عندي دي في الاربعين غرزة هعمل ايه هقفل اتناشر غرزة في الكتف اليمين واثناشر زيهم في الكتف الشمال وحردة الرقبة هتبقى اتناشر واثناشر اربعة وعشرين يبقى فاضل ستاشر غرزة حردة الرقبة يبقى كده عندي مجموع الاربعين غرزة اللي موجودين على الابرة يبقى هقفل اتناشر غرزة للكتف اليمين واثناشر غرزة للكتف الشمال طبعا لان الاكتاف لازم تبقى زي بعضها وستاشر غرزة في الوسط دي اللي هي حردة الرقبة هنشوف مع بعض هنشتغل ازاي انا هشتغل اول السطر عادي شغل عادي اول غرزة غرزة حفة وبعد كده هشتغل اتناشر غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تمام كده دول اتناشر غرزة بتوع الكتف الاول هيفضلوا طبعا معي على الابرة لان انا لسه هشتغل في لسه ناقص عندي خمسة سنتي عايزة اشتغلهم تمام لان احنا بنشتغل كده على ارتفاع تسعة سنتي من الحردة وانا المفروض من الحردة لغاية الكتف باشتغل اه اربعتاشر سنتي اشتغلت منهم تسعة اهو يبقى فاضل خمسة سنتي تمام انا كده اشتغلت الاثناشر غرزة اللي هي تبع الكتف تمام بعد كده هقفل هقفل كم غرزة حردة السدر عندي قونا هنقفل ستاشر غرزة المفروض هنا انا في حردة الرقبة هقفل ستاشر غرزة طبعا الستاشر غرزة مش هقفلهم مع بعض اه لا انا هقفلهم على مرحلتين اول مرحلة هقفل فيها اتناشر غرزة تمام كده يعني انا دلوقتي هقفل اتناشر غرزة اتناشر غرزة بس طيب الاثناشر غرزة دول فاضل كام من المنتصف فاضل الستاشر هقفل منهم اتناشر يبقى فاضل اربع غرز اتنين في الجنب ده و اتنين في الجنب ده هقفلهم مع الشغل يعني انا دلوقتي اللي اتناشر غرزة دول هنزود عليهم غرزتين بس هنرجع ونقفلهم بعد كده تمام كده اهو دول الغرزتين دول تبع اه اه حردة الرقبة انا بس مش عايزاكم تطوهم مني بعد كده هنبدأ تقفيل الاثناشر غرزة ادي اول واحدة فيهم تمام وبعد كده اتنين فهنجيب رقم واحد على رقم اتنين حاول نشد الخيط تمام كده ادي كده اول غرزة تقفلت تاني غرزة تقفلت تالت غرزة رقم اربعة رقم خمسة رقم ستة رقم سبعة تمانية خمسة تسعة عشرة هداشر اتناشر غرزة تمام كده دول اتناشر غرزة اللي قفلتهم في حردة الرقبة تمام بعد كده هكمل شغل الاربعتاشر غرزة بالغرزة العدلة عادي زي ما انا بشتغل بالظبط بالشكل ده واخر غرزة غرزة حفة وبنقلب الشغل وبنشتغل حسب طبيعة الغرزة طبعا زي ما احنا شغالين عادي المفروض احنا دلوقتي هنقص في الجنب ده غرزتين كمان تمام اهو كده وصلت لعدلة الشغل هنقفل بعد كده هنقفل بنفس الطريقة اللي عملنا بيها حردة القبط يعني هنسلت اول غرزتين وبعد كده هنجيب دي هنخراجها كده دي بنفس الطريقة هتقفليه التقفلي العادي عادي خالص كده احنا اول غرزة قفلناها وهنكمل شغل عادي اخر غرزة غرزة حفة هنقلب الشغل وهنكمل طبعا الجزء ده هيفضل على الابر زي ما هو احذروني من صوت الابر بجد شغل التريكو قدام الكاميرا بيبقى متعب مش بنبقى واخدين راحتنا في التصوير والشغل في نفس الوقت بالشكل ده اهو بعد كده هنا الغرزة عملت من عندي فراغ فانا دي هقفلها تقفيل عادي علشان مش عايزة الفراغ ده كده تاني غرزة بقفلها خلاص كده انا قفلت العدد كامل بالنسبة للجزء ده في الاكتاف كده هيفضل عندي على الابرة الاثناشر غرزة اللي هم اساسيين في شغل الكتف اهو بالشكل ده واحد اتنين تلية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر كده الاثناشر غرزة اللي هما الخاصين بالكتف تمام فاضل طبعا هنقص غرزتين من الجنب ده عشان يبقى كل جنب اتناشر غرزة تمام كده هنفضل نشتغل حسب طبيعة الشغل الاسطر الامامية بالغرزة العدلة والاسطر الخلفية بالغرزة المقلوب لحد ما نوصل للمقاس المزبوط او الطول المناسب اللي احنا حددناه من البداية اللي هو الدقيل هو اربعين سنتي من الكمر لغاية الكتف فوق كده انا مش هعمل اي طنقيس زي ما قلنا هكمل الشغل لغاية ما وصل للطول المناسب كده انا خلاص اشتغلت عدد من الاسطر لحد ما خلاص وصلت للطول المناسب يعني لو هقيس البلوفر من الاكتاف لغاية الكامر تحت هيبقى عندي اربعين سنتي كده انا خلاص 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 عدد الاسطر المناسب للكتف ده هقص الفتلة وهبدأ اشتغل في الكتف التاني انا هنا معاكم هقص الفتلة خلاص مش هقفل الكتف هسيبه كده بس هنقوله بس علشان اعرف اشتغل هنقوله على ابرة تانية ابرة مساعدة سواء ابرة تريكو او اي حاجة متاحة عندك انا هنا هنقوله على هنقول الغرز على ابرة كروشيت لاني محتاجة الابرة في تكملة الشغل وبرضو مش عايز اقفله لو عندك المشبك مفيش مشكلة بس انا مش متاح عندي حاليا لو طبعا عدد الغرز اكتر من كده بكتير مثلا بتعملي حاجة لحد كبير ممكن تعمليها بفتلة تعملي كده فيها فتلة وبعد كده تربطيها وخلاص على كده لحد ما تقفلي بقيت شغلي للوقتي هنشتغل ازاي؟ للوقتي هنبدأ شغل في الكتف اليمين وهنشتغل فيه عادي خالص نبدأ شغل عادي خالص او الغرزة هنا هنشتغلها علشان احنا بنلضم الخيط تمام وبعد كده هنكمل شغل عادي بالغرزة المقلوب او الغرزة قد اشتغلتها عدلة كأنها غرزة حفة تمام كده احنا حبيبي خلاص خلصنا الجزء ده الكتف ده وبعد كده هنبدأ في الكتف اللي هو اليمين هنبدأ فيه زي ما احنا متعودين بنفس طبيعة الشغل بجيب الفتلة عادي خالص كده من هو بالشكل ده وبلفها على الابرة واطلع بيها كأنها غرزة الحفة تمام وبعد كده بكمل شغل السطر عادي بالغرزة المقلوبة زي ما انا متعودة حسب طبيعة الغرزة اللي انا بشتغلها بكمل بيها تمام كده بالنسبة الاول سطر بشتغله كله عادي مش هنقص في السطر ده بالشكل ده بغاية ما يخلص عندي السطر طبعا هنا عدد الغرز زي ما قلنا اربعتاشر غرزة لسه هنقص منهم غرزتين هيبقوا تمام اول غرزة غرزة حفة ونكمل بقية السطر عادي بالغرزة العدلة بالشكل ده بعد كده سطر رقم تلاكة هنعمل فيه اول تنقيس لاول غرزة ههو بشتغلها عادي وبصلتها عادي وبعد كده بشتغل اللي بعدها حسب الطبيعة طبيعة الغرزة اللي قدامي وبعد كده بقفل اول غرزة بكمل السطر عادي في الجنب اليمين انا اللي بقفل على قلبة الشغل بشكل ده كده وصلت للسطر اللي هو اللي فيه القلبة هعمل فيه التنقيس الاخير هكمل بقية السطر عادي وهفضل اشتغل بنفس الطريقة كده خلاص اخر تنقيس وبقي عندي عدد الغرز اللي على الكتف اليمين مساوي لعدد الغرز اللي على الكتف الشمال خلاص كده مفيش تنقيس تاني هبدأ اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما وصل لنفس المقاس يعني الكتفين يبقوا نفس المقاس كده خلاص حبايبي انا اشتغلت الكتف اليمين خلاص وصل بالطول زي الكتف الشمال بالصبت اهو لو جدناهم كده اهو نفس المقاس اهو مقد بعض خلاص كده بعد كده هنشوف هنعمل ايه هنا خلاص انا اشتغلت الجزء الخلفي بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجزء الامامي وفي نفس المقاس او في نفس المكان اعملت الحردة بتاعة القبط بعد 26 سنطي من بداية الكمار وبعد كده هشتغل ايه؟ بالنسبة بقى لحردة الرقبة الخلفية هتبقى مختلفة عن الحردة الامامية اكيد طبعاً يعني الحردة الامامية بنشتغلها تقريباً في المنتصف بين الكتف وبين القبط لكن الحردة الخلفية بنشتغلها في اخر كم سطر كده بس او بالتقريب يعني في اخر 2 سنطي من انتهاء الشغل لان هي طبعاً مش بتبقى عميقة زي ما احنا عارفين تمام كده؟ انا هنا اشتغلت كام؟ اشتغلت 38 سنطي يعني هنا الطول من اول الكمر لغاية هنا فاضلي غرزتين فاضلي 2 سنطي بالضبط علشان اقفل المقاس المزبوط فانا كده هبدأ في شغل حردة الرقبة الخلفية هنشتغلها ازاي؟ حردة الرقبة الخلفية نفس عدد الغرز اللي هي احنا عملناها في الحردة الامامية نسبة للحردة الامامية احنا قفلنا 16 غرزة نفس عدد الغرز هنقفلها في الحردة الخلفية بس طبعاً في الحردة الخلفية هنقفل عدد الغرز كله مرة واحدة سطر واحد هنقفله تمام كده؟ هنبدأ شغل اول غرزة غرزة حفة وبعد كده هنعد 11 غرزة زائد غرزة الحفة يعني 12 دول تابع اول كتف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر كده الكتف اليمين تمام كده بعد كده هبدأ تقفل اول غرزة اللي بعدها وبعدين هنجيب الاولى على التاني كده احنا قفلنا اول غرزة تمام؟ الغرزة التانية الغرزة التالتة الغرزة الرابعة الغرزة الخمسة رقم ستة رقم سبعة رقم تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر غرزة قلنا هنقفل العدد كامل احنا كده قفلنا ستاشر غرزة تمام كده؟ هنا هيفضل عندي كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر ورقم اتناشر اللي موجودة عندي على الابرة هكمل بقية السطر عادي هنعمل نفس اللي احنا اشتغلناه في حردة الرقبة الامامية الاكتاف هنكملها لغاية ما نوصل للمقاس المزبوط لغاية ما نوصل للمقاس المزبوط يعني هنا تقريبا هاشتغل تقريبا اربع اسطر هنكمل عادي لنفس طبيعة الشغل اللي احنا بنشتغله ولو كنا بنشتغل غرزة بنكملها عادي بدون اي اختلاف كده خلاص انا يا حبيبي وخلاص وصلت للمقاس المزبوط ولو هنقيس الفلوفر هنلاقيه اربعين سنتي بالضبط هو ده الرقم المطلوب تمام كده خلاص كده خلص معايا الجزء الخاص بالضغر وخلص عندي الجزء الخاص بالامام كده فاضل الاكمام هنشوف مع بعض هنشتغلها ازاي واحدد ازاي عدد الغرز وبعد كده فاضل التأفيل هنشوف مع بعض ازاي هنشتغل الاكمام موسيقى اشتركوا في القناة